خلينا نروح للتربية والتعليم وبرده ملف مهم أعلن الدكتور ريدا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحنات الثانوية العامة أن الوزارة هتعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ده هيكون يوم 15 مايو الجاري وقال لرئيس قطاع التعليم العام كمان في تصريحات لي أنه هيتم إعلانها إلكترونيا على موقع الوزارة وحتوفر في المدارس الثانوية للطلاب على مستوى الجمهورية وكمان من المقرر أن هي تبدأ إمتحنات الثانوية العامة هيكون ده 3 يونيو المقبل بنا يوفق طلابنا برضو أكيد طيب نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل محضرات